ودعنا عام 2018 بمشاعر مختلطة تمتزج بين الفرح أحياناً وبين الحزن أحياناً أخرى وتختلف المشاعر لدى الأشخاص بحسب الأثر التي تركته السنة الماضية في نفسهم ليجددوا طاقاتهم واستعدادهم النفسي لاستقبال العام الجديد بالآمن الأخيرة نحن كنا عم نسمع شي عن قانون الجذب قدي هذا القانون يعني مفعل بحياتنا وقدي ممكن نحن نعتمق عليه على طول الناس بتجذب قبل ما نبلش العام الجديد على طول تقلك الله يعيننا على هالسنة الجاية إن شاء الله تكون أحسن من ياللي غيره فعطول نحن متعودين نحكي كلمات والطاق السلبية يعني كلماتنا كلها سلبية يمكن نتعودناها وهذا الشي كله بينجذب لأنه يعني أنت مجرد ما أنت عم بتفكري أنه السنة الجديدة حتكون مثل القديمة إذا كان أنت أكيد بالسنة الماضية عندك حوادث صارت شي مثلا سلبي فأنت عم تكملي السنة اللي جاي بنفس الطريقة لأنك أنت ما غيرت الشي نهائي وطريقة تفكيرك هي سلبية فشي طبيعية ستستقبل السنة الجاي بطريقة كما سلبي وحتكون أكيد سلبي عليكي لشأن نحن جذبنا هذا الشي لأنه قبل ما يصير كيف أنت برأيك مدام غالية على الأشخاص اللي يقول أنا ما بقدر لا أستطيع ما بيطلع بإيدي مستحيل تثبط معي شو هم كالكلمات اللي نوجههم لهيك أشخاص؟ تماما هلأ هذول أشخاص هن طاقتهم السلبية يعني هن أشخاص سلبين عطول بيشوفوا النص الفاضي من الكاسي ما بيشوفوا نهائي النص المليان حتى ما بيشوفوا قد ما كان عندهم هن شغلات إيجابية ما بيشوفوا بيضلوا بيشوفوا الإيجابيات عند الناس التانية فهون هن بيكون عندهم أول شي عدم ثقة بنفسهم عندهم طاقة سلبية ففي شي هون بيكون هو من الطاقات السلبية الموجودة عندهم فمثل ما بتكون موجودة عندهم نفس الشي بيحبوا يوزعوها للناس التانية من باب إنه ليش أنا هيك فخلي كمان غيري هيك وهي الشغلة ما بتصير نهائي ليش لأنه أنا لما بيكون متواجد مع أشخاص طاقتهم السلبية أو حتى عم يلطفزوا بألفاظ السلبية وأنا عطول بقول إنه الكلمة إلى تردد بالكون يعني أنا مجرد ما أحكي كلمة فيها طاقة سلبية صار إلى زبزبات كومية فانتشرت على كل اللي حولي كل اللي حولي يتأثروا ونفس الشي لما بنحكي كلمة فيها طاقة إيجابية كمان بتنتشر على كل اللي حولي يعني مثلا ما بتقولي لحدا أنا ما بحبك بتحسي الغرفة كلها صار فيها نوع من الطاقة السلبية كل اللي موجود انزعج أما لما بتكوني عم تعطي كلمات محبة مثلا أنا بحبك أو أي كلمات حلوة فبتحسي الطاقة الإيجابية انتلت بالمكان بشان هيك أنا على طول بقول لهم خلي طاقاتكم وكلماتكم كتير إيجابية حتى الأم بالبيت لما هي عم تطبخ لما بتكون عم بتقول مثلا سلام محبة سكينة لكل شي ناس بتجي بتاكل عندها يعني أو ولادة حتى بتحسي بلولك الأكل كتير خفيف أنا كتير مبسوطة بالأكل بعكس الأمي اللي بتكون عم تطبخ وعم بتقول هلا كاليوم بدي أطبخ والله داخل إي من الطبخ وتحسي كمان الفاظة كلها سلبية بياكلوا بتحسي إنك بتقولي عطول فيه تقل ما اللي مرتاحة بالأكل فيه تقل عماتي فننتبه لكلماتنا هاي لأنه نحنا الكلمات الكلمة اللي منحكيها هي كتير بتعم على اللي حوالينا وبتعطينا كتير طاقة سلبية مدام غالية التكنولوجيا عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا والإنترنت قديش ممكن يأثر على على اتجاع طاقتنا إن كانت سلبية ولا إيجابية لا أكيد هلأ هي كتير عطتنا طاقة سلبية خصوصي نحنا كمجتمع شرقي للأسف يعني اتناولنا هالقصاص هاي كلها بطريقة سلبية يعني صرنا نحنا بس إنه تضيع وقت ما مندور على الشيء الإيجابي اللي فيه عطول منشتغل عليها بالشيء السلبي يعني بتحسي إنه منضيع وقتنا مثلا بشغلات ما لأي قيمة للأسف فمن هون نحنا بناخد أنه لأ نحنا عملتنا شغلات كتير سلبية يعني حتى انقطعت العلاقات بالعيلة بتحسي عطول كنا عطول مثلا اجتماعاتنا الخالات العمات هذا كلهم انقطع صرنا على طول هالقصاص كلها على الواتس آب أو على الفيسبوك يعني العلاقاتنا كلها هيك منتناولها تمام فبتحسي لأكتير عطتنا طاقة سلبية بعكس أيام زمانة كانت اللمة قديشها حلوة اللمة هي لمت العيلة لما الكل بيجتموا قديش بتعطيكي طاقة إيجابية بتحسي بالسعادة والفرح لدرجة انه حتى معايا داتنا صارت على الواتس آب انه مثلا كل عام وانت بخير بعكس لما انت تتصلي اتصاله مثل ما حكيت قبل شوي وقلت الكلمة إلى التردد بس تسمعي كلمة كل عام وانت بخير من حدا كتير بتحبي قدي بتكوني مبسوطة بعكس وقت بيبعتلك ياه بتحسي كتير باردي ما لأي قيمة فأكيد هاد الشيء أثر علينا بطريقة كتير سلبية وبدون ما نعرف للأسف شو بتحبي تقولينا بالعام 2019 شو توقعتك إله أو شو لازم نحنا نعمل بال2019 حتى يكون نحنا عامنا مليء بالطاقة الإيجابية ويعطيه مردود إيجابي علينا تماما هلا نحنا على طول المفروض بآخر السنة نعمل مثل تصفية لزهننا نعيد حساباتنا بالماضي نحنا شو عملنا بالعام الماضي كون عنا ورقة وقلم أخذ بس ساعة أعود فيها لحالي هذا وقت إلي اكتب أعمل مثل الأحصائية اكتب الإيجابيات اللي مرقت معي بالعام السابق والإيجابيات وشوف أنا أكتر إذا كانت السلبيات أكتر هون نحنا حنعرف ونتعلم من السلبيات اللي كانت وإذا كانت الإيجابيات أكتر أنا بالعكس بتقدم لقدام أهم شي بالحياة أنه أنا يكون عندي هدف وأشتغل عليه يعني ما تمرأ السنة مثل اللي قبله واللي قبله عطول يكون في عندي هدف كل سنة يعني كل سنة سميها بإسم معين مثلا سنة النجاح سنة النشاط سنة الشهرة فعطول أشتغل على هذا الموضوع حتى أصل لإله أهم شغلة أنه ما تكون تفكيري أو طريقة تفكيري سلبية اشتغل على الشيء الإيجابي وحط هدف بحياتي أنا مجرد ما حطيت هدف واشتغلت عليه وتابعت أموري حتحسي أنت السنة الجديدة فتفية بطريقة كتير كتير إيجابية بس هون في شغلة أنا أي مواضيع كانت بالعام القادم زعجتني أو فيها كتير طاقة سلبية أنا فيني بطريقة كتير سهلة أني أتخلص منها اكتبها على ورقة وأحرق الورقة وأنا عم بتطلع عليها هون أنت بتعملي طريقة تفريغ للعقل الباطن أنه أنا هالأفكار كلها خلصت منها وانتهيت منها حتى أبدأ عامل جديد بطريقة كتير إيجابية وكون كتير متفاعلة وفي شغلة تانية كماري بحب أقول أنه نكسر الروتين يلي تعودنا عليه يعني السنة الماضية نحن كنا بروتين معين أنه خلص أنا أمشي هيك أعمل هيك لا أنا لازم أكسر الروتين ليش لأن أنت مجرد ما كسرتي الروتين أنت كسرتي حتى مسارات الطاقة اللي خلص ماشية معت تغيرت يعرفتي علي بتعملي حركة للطاقة الجديدة حركة الطاقة الجديدة أو مسار الطاقة الجديدة مجرد ما اشتغل أو عاد حركته بطريقة تانية يمكن هون يفتح لك كتير بواب يعني أنت مو خاطر ببالك أي شيء يخطر ببالك كتير قصص ويفتح لك كتير باب ما استقبل العام الجديد بنفس الطريقة حتى لو غيرت بطريقة لبسي غيرت بلون شعري عملت طاقة إيجابية فهتحسي حالك أنت بالفعل بديتي سنة جديدة وعام جديد بطريقة كتير متغيرة وطاقة إيجابية مدام غالية نحن كتير عم نسمع عن قوة الجذب أن نحن منحط شي برأسنا نعمل جذب أدي صحيحة هاي القصة يعني لا أكيد صحيحة مية بالمية قانون الجذب هو فرع مفروع المطاقة وهو علمي كتير مهم كيف أنا لما بدي فكر بطاقة إيجابية وأجذبها لإلي بس هي أكيد مو بس أنا بدي فكر وأجذب بطريقة أو أحكي كلمة أكيد هو له تمرينات معينة أني أنا على طول ردد الكلمات الإيجابية أو أنا شو حابة بكون كل يوم ثلاث مرات أول مرة أول ما في الصبح فتح هايوني بقول النهاري كتير حلو بقول اليوم هيصير معي هك الشي اللي أنت بدك يا منرجع الظهر منرجع أهم وقت قبل ما نام لما أنت عم تخفلي كمان بترجع بترددي هاي الكلمات هلأ نحنا من نام بس عأننا الباطن بيضل بيشتغل على الفكرة هون بيبلش قانون الجذب يحفز مسارات الطاقة عنا ويشتغل على الشي اللي نحنا بدنا الشغلة الثانية أنا لما بدي فكر بالجذب أهم شغلة فكر بالجذب الصحيح يعني مو فكر بجذب أي شي أو شي بيلزمني أو شي ما بيلزمني فيني فكر أنا مثلا بشي تنزيل وزن فيني فكر جذب مال فيني فكر جذب عمل بس أنا الطريقة اللي عم فكر فيها فرضا أنا بدي فكر بجذب مال كيف أفكر ما فيني يكون أنا مالي عم بشتغل وعاطل عن العمل وما معي ولا لي رأقول أنا بدي ردد وقول كليوم أنا بدي يجيني 20 مليون أكيد لا أفكر أول شي بالطريقة الأولى إنه هي 5,000 بيجوني الـ 5,000 10,000 بيجوني الـ 10,000 منبلش بالطريقة التسلسلية ما بيصير أنا أطلب ضغريلي كتير لأنه هيك عقنا الباطن ما بيستوعب الفكرة لأنه جسمنا وعقنا الباطن عرفان شو تركيبتنا وكيف نحنا ما نفكر فما بيصير أنا فورا كون أنا ما عم بيشتغل شي أفكر بطريقة فورا عالية هون لا أنت بتنزعي الجذب وفي كتير ناس بيجي بيقولوا طب ما زبط الجذب عندي طب أنت لأن طريقة الجذب تبعك حتكون غلط نفس الشي بإنقاص الوزن أنا ما بيصير يكون وزني مثلا 100 وما فوق وفورا نقول أنا وزني 50 أردد الفكرة وأشتغل عليها كمان هاي الطريقة أكيد غلط بنبلج 10 كيلو 10 كيلو حتى ينزل وزننا تمام أهم شغلة أنا عطول فكر بطريقة كتير إيجابية وبحس حالي أني أنا بقلب الحدث يعني أنا ما فيني يقول أنه يمكن حتكون السنة منيحة لا بحس حالي أنا بقلب السنة بقول السنة أكيد منيحة وما فيني يقول كمان أنه يمكن أن نجح مثلا هالسنة لا أنا نجحت السنة بأكد على هذا الشي وهي اسمها توكيدات يومية يعني عطول أنا لما بدي أشتغل على قانون الجذب توكيداتي اليومية بدي تكون أني أنا بقلب الحدث ما بيصير أني أنا فكر بطريقة أنه يمكن يصير أو لا حيصير هون لا بيكون عنا شك بالموضوع بدنا نحكي أنه الأشخاص اللي عندهم الطاقة السلبية نحنا خلنا نعتبر حالنا عمنا الطاقة إيجابية نتجنبهم ولا لا نقدر نحنا نقدمهم المساعدة نقللهم نوعا من طاقتنا الإيجابية تماما هلأ والله على حسب الأشخاص ما فينا نعمم هلأ فيه أشخاص فيك تجزبيهم معك وتجيبهم للطاقة الإيجابية يعني فيك تتحرك فيهم شوي مشاعر بس فيه أشخاص لأ هنن بيكون عندهم نقطة معينة ومفكرين حالا أنه هنن الصح يعني رغم الطاقات السلبية اللي بتكون موجودة عندهم وألفاظهم السلبية نفكر حاله أنه هو صح فبيقول لك أنا ما عندي استعداد أتغير أنا صح فهذا الشخص مستحيل أنت تقدري تغيري إذا ما هو نوع إني أنا بدي أتغير ما فيني غيره بيكون هو عنده نية أما أنا كيف إذا أنا مضطرة أتعامل مع هيك شخص مثلا بالشغل أو بأي مكان مضطرة مثلا يكون في حديث بيني أنا شو بعمل بها الطريقة أنا عطول لازم سكر هالتي حتى ما أتأثر بالكلمات السلبية اللي موجودة عنده أول شغلة إذا كنا مثلا واقفي مندخل باهم اليد للداخل ومنسكر هون أنت عملتي تسكير لهالتك عملتي تسكير للطاقة يعني أي طاقة سلبية موجهة لإلك أنت هون سكرتي الشي الثاني أنت فيك تتكتفي كما كمان هون أنت أغلقتي لهالي وإذا كنت قاعدة فيك تلفي رجل على رجل كما سكرتي الطاقة السلبية اللي يعني بيوجهلك يا الشخص الثاني فنحنا إذا كنا علاقتنا كتير قوية لازم هيك نعمل يعني ما فينا أما أنك أنت تحاولي تغيري شخص وهو ما عنده نية التغيير لا ما فينا أبدا لازم يكون هو عرفان أنه عنده أغلاط وناوي أنه يغيرها للاحظة ومستعد حتى أنه غيرها أكيد بتيكون مستعد شو اللي شايفتي بالالفين والتساطاش هلأ أنا شايفشي إن شاء الله أنت بألف خير طبعا وأنت بألف خير هلأ أول شغلة هي السنة أكيد مميزة سنة كتير حلوة لأن سنة النصر وهالعيد حيكون غير كل عيد لأنه الحمد لله سوريا بخير يعني عم هيك الخير والأمن والأمان بسوريا الشي الثاني هي سنة كلها طاقات إيجابية يعني إذا بدنا نحكي حتى بالأبراج المشتري في عطعة برج القوس فهذا الشيء يعطينا وفرة وخير وطاقات إيجابية لكل الأبراج فهذا الشيء الحلو يلي بالالفين والتساطاش عام جديد استقبله بكل حب وتفاؤل وبكل الطاقة الإيجابية التي تمتلكها لتتحدى الصعاب والحزن والطاقة السلبية وكل عام وأنتم بألف خير للإخبارية السورية هالة السعدي دمشق